طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة وضع خطط واضحة ومحددة فيما يخص طاقة الأحفورية وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة خلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030 ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالية الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بحلول عام 2030 وقد تناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء التي يعاني منها معظم دول العالم حاليا ومن بينها مصر لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت مؤكدا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع على مدار الفترة الماضية يعد إنجازا كبيرا مشيرا إلى استمرار الدولة في استكمال هذه المشروعات وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع